بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله طلبتنا الأعزاء مرة أخرى ونعتذر لسرعة إلقاء حلول الأسئلة لأننا لسنا في طور شرح المادة أعزائي نحن في طور مساعدتكم على استذكار ما قرأتموه سابقا لذلك هنا كونوا معي وحاول بأن تتكلم قبلي احتي قبلي يعني قبل ما أعرض خطوة الحل حاول أنت تحتيها على ما تتأكد من أنك فاهم المادة بشكل صحيح وتستطيع الإجابة عليها بالامتحان الوزاري ونذكركم بأننا ما زلنا ننتظر استقبال اتصالاتكم للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم إذن نعود إلى السؤال الذي تركناه قبل الفاصل ونفرض الزمن اللازم لعودة النقطة إلى موضعها الأول أن قلنا السكون يعني البداية راح تكون صفر إذن الإزاحة هي راح تكون تكامل من صفر إلى أن لمعادلة السرعة المعطات إذن أجرينا عملية تكامل اعتيادي ولأن الجسم عاد إلى موضعه الأول إذن ستكون قيمة الإزاحة تساوي صفر إذن صار عندي السرعة أو وضت حد أعلى وحد أدنى وساويتها بالصفر إذن قيمة أن مرة راح تكون صفر وهذا غير ممكن لأن الجسم قطع الزمن أكيد عنده ذهابه وإيابه إذن الزمن هو 25 ثانية المطلب الأول انتهينا من عنده المطلب الثاني ثم حسب التعجيل عندها إذن التعجيل هو مشتقة السرعة إذا كان التعجيل موجب إذن هنا الجسم كان في حالة تسارع وإذا كان التعجيل سالب أكيد في حالة تباطئ راح عوض الزمن اللي حصلنا 25 ثانية 12 في 25 ثلاثمية 100 ناقص ثلاثمية هو سالب 200 متر بالثانية تربع إذن الطريقة السؤال الآخر أعزائي جسم يتحرك على خط مستقيم بتعجيل وهو أيضا من ضمن أسئلة الكتاب ورح نحاول نمر عليه مرور سريع ألمود نقدر نسولف عن المعادلات التفاضلية ناطيني معادلة التعجيل راح أكامل التعجيل ألمود أوصل إلى السرعة قيمة سي شون أستخرجها أعوض السرعة والزمن اللي معطى في السؤال السي صار عندي يساوي عشرة إذن معادلة السرعة مجموعة ثلاثة حدود حتى لو طالب مني مسافة بفترة معينة لا حاجة إلى مساواتها بالصفر طبعا هنا نكتفي ضروري جدا بأن هنا تكتب لي بالورقة الامتحانية بأن هنا تكتب لي أن السرعة أكبر من صفر على أقل تقدير إذن هنا راح تقول لي الفيتي هذا أكبر من صفر إذن معناها يريد مني فعلا هنا السرعة هي أكبر من صفر إذن المسافة تكامل من واحد إلى اثنيا لأنه يقول لي بالفترة واحد اثنيا لمعادلة السرعة المعطاة أجرينا عملية التكامل والتعويض المطلب الثاني الإزاحة بعد مرور عشر ثواني من بدء الحركة إذن الإزاحة ستكون تكامل من صفر إلى عشرة لمعادلة السرعة المستخرجة إذن نجري عملية التكامل والتعويض ليكون الجواب أربعة آلاف ومية على ثلاثة متر إذن هنا نذهب إلى الفصل الخامس المعادلات التفاضلية وتعلمون أن المعادلات التفاضلية ضمن المادة المكيفة بجزئين الجزء الثالث مكيف المعادلات المتجانسة الجزء الأول يعطيني معادلة تفاضلية ويعطيني حل مفترض ويقول لي بيّن أن هذا الحل لهذه المعادلة إذن هنا أو هذه العلاقة حلاً لهذه المعادلة إذن شرح نسوي المعادلة التفاضلية x y برايم يساوي x تربيع زائد y يقول لي بيّن أن العلاقة y تساوي x تربيع زائد ثلاثة x حلاً لهذه المعادلة التفاضلية نروح نحصل على المشتقات التي نحتاجها أشتق المشتقة الأولى ونقوم بتعويض بطرفين معادلة التفاضلية للحصول على طرفين متساويين إذن المشتقة الأولى هي 2x زائد ثلاثة رح أخذ الطرف الأيسر وأعوض مكان المشتقة الأولى بما يساويها حصنا على 2x تربيع زائد ثلاثة x رح أخذ إلى الطرف الأيمن وأعيد كتابة الأكس تربيع ورح أعوض مكان ال-y بما يساويها أيضاً حصنا على 2x تربيع زائد ثلاثة x إذا كان ناتج left hand side يساوي right hand side ناتج الطرف الأيسر يساوي ناتج الطرف الأيمن إذن أقول العلاقة المعطات هي حلاً للمعادلة التفاضلية إذن هذا ما يخص السؤال الأول السؤال الثاني أيضاً إثبت أن y يساوي x لن مطلق x ناقص x أحد حلول المعادلة التفاضلية هذا الشرط اللي ممكن يطنيها بالسؤال إذن إحنا نعرف بأن اللن لا يقبل لن x من خواصل x بأنها يجب أن تكون أكبر من صفر إذن هنا الشرط بالسؤال ما أنه علاقة بي أثناء الحل إذن من شروط حل المعادلة التفاضلية حتى تكون العلاقة حلاً للمعادلة التفاضلية أن تكون خالية من أي مشتقة أن تكون معرفة على فترة معينة أن تحقق المعادلة التفاضلية إذن هذا الشرط من أجل أن تكون معرفة على أي فترة والفترة هي x أكبر من صفر طيب إذن يجب أن نعوضها بطرفي المعادلة التفاضلية المشتقة الأولى بيناتهم ضرب القاعدة الخامسة الأولى في مشتقة الثانية مشتقة اللن يو شن المشتقة مالته؟ هو واحد على يو في مشتقة اليو إذن واحد على x في مشتقة الأكس واحد هذه الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى إذن لن x نزلت مشتقة الأولى هي واحد ومشتقة الأكس هو واحد إذن الجواب هو لن x زين بعد الطرف الأيسر x dy على dx الx رح ينزل dy على dx طلع عندي لن x إذا تريد تكتب لن مطلق x ماكو مشكلة إذن هنا ما طول هو ناطينها مطلق x إذن هنا رح أقول لن x لن مطلق x طيب هذا الطرف الأيسر الطرف الأيمن شنوه هو x زائد y يعني معناها ال x نزل وال y هو x لن مطلق x ناقص x أيضا رح يكون الجواب هو x لن مطلق x بما أن ناتج الطرف الأيسر يساوي ناتج الطرف الأيمن إذن العلاقة المعطاة هي حلا للمعادلة التفاضلية السؤال الآخر بنفس الترتيب برهن أن y يساوي ثلاثة كوساين اثنين اكس زائد اثنين ساين اثنين اكس هو حلا للمعادلة التفاضلية y دبل برايم زائد أربعة y يساوي صفر إذن واضح جدا من المعادلة التفاضلية بأننا نحتاج إلى المشتقة الثانية زيان مشتقة ثلاثة في كوساين اثنين اكس هو ثلاثة في مشتقة الكوساين ومشتقة الكوساين هو سالب ساين اثنين اكس في اثنين زيان مشتقة اثنين ساين اثنين اكس هو اثنين في كوساين اثنين اكس في اثنين إذن هنا نستقبل الاتصال أم عبدالله من كاركوكت فضلي أم عبدالله السلام عليكم عليكم السلام أستاذ عندي سؤال على التفاضل نعم السؤال هو dy إلى dx يساوي cos x في exponential sin x إلى dy إذن dy على dx نعم يساوي نعم cos x نعم في نعم exponential نعم sin x زائد y إذن هنا sin sin x sin x زائد y نعم sin x زائد y إذن ال y أيضا هنا بالأسل نعم مع الexponential نعم شكرا شكرا لكم أم عبدالله إن شاء الله سنجيب على هذا السؤال وممكن متابعتنا من خلال شاشة التلفاز أو مواقع التواصل الاجتماعي إذن هنا نعود إلى سؤالنا نحاول إكمال هذا السؤال ومن ثم سنجيب على سؤاله مع عبدالله إذن هنا المشتقة الأولى تم الإشتقاق ثلاثة في سالب اثنين هو سالب ستة واثنين في ثنين رح يصير عندي أربعة المشتقة الأولى انتهي هنا منها المشتقة الثانية رح يصير سالب ستة في اثنين كوسائن اثنين اكس يعني سالب اثناش كوسائن اثنين اكس ورح يصير عندي أربعة في سالب 2 ساين 2 أكس معناه سالب 8 ساين 2 أكس زين تم إنجاز المشتقة الأولى والمشتقة الثانية رح أجي أخذ الطرف الأيسر أعوض مكان المشتقة الثانية بما يساويها وأربعة في السؤال الأصلي ويفترض بأن الجواب يكون يساوي صفر إذن نقوم بهذا التعويض إذن ناتج المشتقة الثانية أمامك أربعة في السؤال الأصلي الأربعة رح تنظره مرة بالأول مرة بالثاني إذن رح يصير عندي 12 ساين 2 أكس ويسالب 12 ساين 2 أكس صفر رح يصير 8 ساين 2 أكس ويسالب 8 ساين 2 أكس صفر إذن معناها واضح جدا بأن الجواب يساوي صفر وهو الطرف الأيمن إذن العلاقة المحطة هو حلا للمعادلة التفاضلية إذن هنا قبل ما نجيب على هذا السؤال ضمن الخطة المقررة لكم نحاول الإجابة على سؤال أم عبدالله إذن أعزائي فكرة السؤال هنا تعلمون أن أكس أس أي في أكس أس بي هذا تساوي أكس أس أي زائد بي إذا ردت أرجعها بالعكس رح يصير أكس أس أي في أكس أس بي هنا نفس العملية إي أس ساين أكس زائد وي إذن تساوي إي أس ساين أكس في إي أس وي إذن هنا لاحظت جدا بعض الطلاب يقول زين محتمال أم عبدالله تقصد بأن الأكس زائد وي هي زاوية فهنا إذا كتبت بهذه الصورة فأن الساين أكس هو الحد الأول والواي هو الحد الثاني ولكن لو كانت تقصد أنها زاوية كان قالت لي بأنه ساين قوس أكس زائد وي فالأمور ستكون مختلفة تماما لأن الزاوية هو رح يكون أكس زائد وي وسيكون السؤال أصلا خارج حدود من هدن المقرر إذن معناها ش رح يصير عندي رح يقول يقتضي بأن دي واي على دي أكس تساوي كوساين أكس في إي أس ساين أكس وهذا مضروب شنوة مضروب إي أس وي المعادلة التفاضلية عندما يقول حل المعادلة التفاضلية طرفين يساوي وسطين يعني معناها ش رح يصير عندي رح يصير دي واي تساوي كوساين أكس إي أس ساين أكس بعد شنوة في إي أس وي دي أكس المشكلة وين عندي هنا الدي أكس إذا كان بصفة أكس ماكو مشكلة إذا بصفة واي أكو مشكلة رح أقسم الطرفين على إي أس وي يعني معناها ش رح يصير عندي السؤال رح يصير تكامل إذن السؤال سيكون تكامل دي واي على إي أس وي يساوي تكامل باعتبار هنا رح أجزة هنا أفصل المتغيرات تكامل إي أساين أكس كوساين أكس دي أكس هس رح تقول لي يصير أأجل التكامل أكتبها بهذه الصورة وبعدين التكامل بعد أحسن يفضل هذا إذن اتأكدت لا يوجد أثر للواي قرب الدي أكس ولا يوجد أثر للأكس قرب الدي واي إذن هنا نجري التكامل على الطرفين زيان تكامل الإي سؤال قبل قليل أعتقد كان سؤال أحمد من ديالة بأن هنا أيضا تكامل الإي وقت له بأن تكامل الإي هو نفسه بشرط وجود مشتقة الأس إذن مشتقة الساين موجودة كوساين إذن كل شيء ما يحتاج إذن تكامل الدي واي على إي أس واي بعض الطلاب يتوهم يقول لي لن أقول لا المشتقة ما موجودة بالبسط مشتقة الإي أس واي هي إي أس واي نفسها ما طول دي واي إذن رح تصعد إلى البسط الإي أس واي يعني معناها رح يصير عندي تكامل إي أس سالب واي دي واي يساوي هذا رح ينزل نفسه إي أس ساين أكس في كوساين أكس دي أكس إذن مشتقة الأس هي السالب واحد إذن أحتاج بالداخل سالب وهذه السالب تكون داخل قوسيا وبره أيضا رح تكون سالب بعض الطلاب يقول ليش هي مو مشتقة الواي واي إبراهيم أقول لي لا أنا ما عندي اشتقاق ضمني في موضوع التكاملات أشتقل واي مثل ما أشتقل أكس تماما إذن تكامل الإي هو نفسه بشرط وجود مشتقة الأس يعني معناها رح يصير عندي سالب إي والسالب واي هذا شي ساوي يساوي إي والساين أكس زائد سي هس هنا بعض الطلاب يقول لي شنو التبسيط السقف ما التبسيط اللي أقدر أسويه بالامتحان أقول لك إذا كان أسس سالبة أريدها تنزل للمقام الصير موجبة إذا كانت أسس نسبية رجعها إلى جذور يعني معناها ش رح يصير هنا رح يصير عندي سالب واحد على إي أسوي يساوي إي والساين أكس زائد سي إذا ننتهى حل هذا السؤال بعض الطلاب يقول دي نشوف إحنا سب الكتاب مرة هنا دي يسوي إدخال للن للطرفين دي يبسط دي يحولها إلى دالة صريحة أقول لك إذا هذا إذا متأكد منه سوي إذا ما متأكد منه هو دي يقول لك حل المعادلة التفاضلية ونحن قمنا بحل المعادلة التفاضلية إن شاء الله إلى هذا المستوى تحصل على الدرجة الكاملة إذن شكرا لكل الاتصالات وبين أن ي تساوي إي أس ثنين أكس زائد إي أس سالب ثلاثة أكس حلا للمعادلة التفاضلية إذن مثل ما قلنا مشتقة الإي هي نفسها في مشتقة الأس إذن المشتقة ستكون إثنين إي أس ثنين أكس ناقص ثلاثة إي أس سالب ثلاثة أكس هذه المشتقة الأولى المشتقة الثانية أيضا رح تجيها مشتقة الأس ثنين في ثنين أربعة مشتقة الأس سالب ثلاثة في سالب ثلاثة رح يصير تسعة رح ناخذ الطرف الأيسر أعوض بدلا عن المشتقة الثانية بما يساويها بدلا عن المشتقة الأولى بما يساويها ناقص ستة في السؤال الأصلي هذه الستة تنظر بسالب ستة تضرب مرة بالأول مرة بالثاني وسوف نكتشف بأن الناتج يساوي صفر بما أن الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن إذن العلاقة المعطاة هي حلاً للمعادلة التفاضلية هل أن Y تساوي نصف X EOS X أيضاً حلاً للمعادلة التفاضلية المشتقة ستكون حسب القاعدة الخامسة والسؤال هو وزاري في أحد السنين إذن الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى هذا ما يخص المشتقة الأولى المشتقة الثانية أيضاً بنفس الأسلوب إذن الطرف الأيسر YW' ناقص Y إذن أعيد كتابة ناتج المشتقة الثانية ناقص السؤال الأصلي إذا كان الجواب يساوي EOS X سأقول العلاقة المعطات هي حلاً للمعادلة التفاضلية إذا ليس بهذه الصورة أقول العلاقة المعطات ليست حلاً للمعادلة التفاضلية إذن لازم اتميز بين اثبت وهل إذن السهناء يساوي EOS X نعم العلاقة المعطات حلاً للمعادلة التفاضلية من يقول لي إثبت لازم تطلع حلاً للمعادلة التفاضلية من يقول لي بين لازم تطلع حلاً للمعادلة التفاضلية من يقول لي هل يجوز نعم يجوز كلا من يقول لي بين فيما إذا كانت أيضاً ممكن تقول نعم ممكن كلا إذن أنها تقابل كلمة هل الاستفامية هل أن 2X تربيع زائد Y تربيع يساوي 1 هو حلاً للمعادلة التفاضلية أعزائي نوع الاشتقاق هنا اشتقاق ضمني إذن اشتقيت اشتقاق ضمني ووصلت إلى Y' تساوي ساة 2X على Y أريد أطيق فد ملاحظة وسبق وأن شرحناها الملاحظة عند شرح فصل المعادلات التفاضلية إذا كان المطلوب هنا المعادلة التفاضلية فيها نوع واحد من المشتقات من أقول لك نوع واحد يعني فقط مشتقة ثانية ربما فقط مشتقة ثالثة للتطبيق باعتبار الأحياء المشتقات ذات الرتب العليا المشتقة ثالثة فما فوق ما مطلوب من عدهم فإذا كان فقط مشتقة ثانية فقط مشتقة ثالثة يعني تبسط المشتقة الأولى يلا تروح للمشتقة الثانية تبسط المشتقة الثانية يلا تروح للمشتقة الوراها إذن بسطنا المشتقة الأولى منا رح أروح للمشتقة الثانية ووصولا إلى ما مطلوب من عندي إذن رح أجي أشتق حسب القاعدة السادسة المقام في مشتقة البست ناقص البست في مشتقة المقام على المقام تربيع لاحظ المقام في مشتقة البست سالب 2 ناقص البست هو السالب 2x في مشتقة المقام هو y' على المقام تربيع زيان عندي ال y' إيه عندي ال y' أعوض بمكان الواي برايم بما يساويها عندك طريقين رح أعرض لك طريقين لحل هذا السؤال الطريق الثاني بأن أضرب هذه كلها في واي تربيع ألمود أتخلص من المقامات الطريق الأول لا أوحد مقامات بالبسط هذا الواي تربيع معنا على واحد من أقل بالقسمة إلى ضرب رح يصير واحد على واي تربيع فواي تربيع في واي رح يصير واي تكعيب أسحب سالة بثنين عام المشترك الخبر السعيد واي تربيع زائد اثنين أكس تربيع يساوي واحد إذن وصلنا إلى هذه المرحلة إذن تريد تأخذ الطرف الأيسر وتعوض كل شمكانة توصل إلى الطرف الأيمن العلاقة المعطاتية حلاً للمعادلة التفاضلية الطريق الثاني الذي تكلمنا عنه بأن أضرب هذه المعادلة كلها في واي تربيع وأعوض مكان الواي برايم أو دي واي على دي أكس بما يساويها ومن ثم ضرب المعادلة في واي للوصول إلى نفس الجواب إذن أعزائي مني يقول لي اثبت يعني هنا آني ثبتت بأن الواي تكعيب في المشتقة الثانية يساوي سالة بثنين إذن هذا المشتقة الثانية وهذا الواي تكعيب وهذا السالة بثنين زيان بعد هل أن واي أكس تساوي ساين خمسة أكس حلاً للمعادلة التفاضلية لاحظ هنا المعادلة التفاضلية فيها خليط من المشتقات كوكي المشتقات إذن أشتق المشتقة الأولى وأنتقل مباشرة إلى المشتقة الثانية المشتقة الثانية بياناتهم أعفواً المشتقة الأولى بياناتهم ضرب هذه العلاقة الأولى في مشتقة الثانية زائد الثانية في مشتقة الأولى مشتقة الساين خمسة أكس هو خمسة كوسين خمسة أكس وأشتق النوع بمشتقة ثانية مشتقة الواي هذا واي برايم الأكس واي برايم قاعدة خامسة الأولى أكس في مشتقة الثانية واي دابل برايم زائد الثانية هي واي برايم في مشتقة الأكس هو واحد واي برايم زائد واي برايم اثنين واي برايم سالب خمسة وعشرين من تتحول إلى الطرف الآخر نظير جمعي أضيف نظير جمعي زائد خمسة وعشرين ساين خمسة أكس هذا من هو هذا هو واي أكس إذن بإجراء هذا التبسيط وصلنا إلى المطلوب إذن العلاقة المعطاة هي حلا للمعادلة التفاضلية إذا قل لي بين رتبة ودرجة المعادلة التفاضلية رتبة المعادلة التفاضلية هي مقدار أعلى مشتق فيها ودرجة المعادلة التفاضلية هي قوة الرتبة قوة أعلى مشتق فيها إذن هذه المعادلة التفاضلية من الرتبة الثانية والدرجة الأولى حل المعادلة التفاضلية السؤال الذي وردنا قبل قليل من أم عبدالله بأن الواي برايم أسويها دي واي على دي أكس طرفيا يساوي وسطيا أتأكد ماكو أكس مع الدي واي أتأكد ماكو واي مع الدي أكس بعد الحصول على هذا التأكيد إذن نجري التكامل على الطرفين إذن الكو ساين تكعيب ممكن تصعد إلى البسط الصير كو ساين أسالة بثلاثة هذا أحد الحلول والحل الآخر بأن أسويها كو ساين في كو ساين تربيع ألموت ساين على كو ساين هو تان واحد على كو ساين تربيع سي كان تربيع دال لو مشتقتها ومن ثم إجراء التكامل يمكن أن يكون الجواب هو نصف سي كان تربيع أكزاء سي تقدر تحصل هذا الجواب إذن أترك الجواب عليك واجب حل المعادلة التفاضلية إذن اثنيا إي أس أكس واي تكعيب إذن أكس تساوي صفر واي تساوي صفر من ناطين الأكس والواي بالسؤال يعني دا يريد مني الحل الخاص للمعادلة التفاضلية الحل الخاص يعني أستخرج قيمة سي وعيد تعويضها إذن الواي برايم رح أسويها دي واي على دي أكس ومن ثم طرفين يساوي وسطين الواي تكعيب رح يكون مقام والدي أكس رح تكون بهذه الصورة من أكامل الطرفين الواي تكعيب تصعد إلى البصر رح يصير واي أس سالب ثلاثة أضيف للأس واحد رح يصير سالب ثنيا وأضره في مقلوب الأس الجديد إذن معناها الإي أس أكس تكاملة هو نفسه إي أس أكس ما أترك الجواب بأس السالبة ينزل للمقام الصير موجبة لما ناطيني هذه القيمتين لهنا ينتهي حل السؤال ولكن ما طول ناطيني الأكس والواي أعوض الأكس إي أس صفر يساوي واحد نصف تربيع يساوي واحد على أربعة في نصف واحد على اثنيا سالب واحد على واحد على اثنيا يعني معناها رح يكون سالب اثنيا إذن قيمة سي في هذه الحالة ستكون سالب أربعة أعيد تعويضها بالحل العام للحصول على الحل الخاص للمعادلة التفاضلية بعض الطلاب يقولون يعني نسوي مقلوب الطرفين نضرب المعادلة في سالب اثنيا ناقض جذر الطرفين ماكو داعي لهنا ممكن نحل السؤال إذا تريد تبسط أي تبسيط آخر بشرط أن يكون التبسيط صحيح فهو يقبل في الامتحان الوزاري تان تربيع واي دي واي يساوي ساين تكعيب اكس دي اكس إذن المعادلة جاهزة مباشرة ادخال التكامل على الطرفين التان تربيع حوله سي كان تربيع ناقص واحد الساين تكعيب رح يصير الساين في ساين تربيع الساين تربيع رح يكون واحد ناقص كوساين تربيع اكس من أجل أن الساين تنضرب مرة بالأول مرة بالثاني تكامل السي كان تربيع واي دي واي هوتان واي كن على حذر تكامل الواحد هنا واي وليس اكس لأنه يقول لي دي واي إذن رح يكون بهذه الصورة بعد ما الساين تنضرب مرة بالأول مرة بالثاني تكامل السي كان تربيع هوتان واي تكامل الواحد يكون واي تكامل الساين هو سالب كوساين اكس مشتقة الكوساين سالب ساين احتاج سالب بسالب إذن رح يصير موجب أضيف للأس واحد وأضرب في مقلوبة إذن معناها هذا هو ناتج التكامل حل المعادلة التفاضلية قبل أن ننهي هذه الجلسة إذن كوساين تربيع اكس تبقى على حالها كوساين تربيع واي في المقام هناك فرق بين الكوساين تربيع في الحالتين الكوساين تربيع إذا جاءت لوحدها في البسط رح يصير عندي نصف في واحد زائد كوساين اثنين اكس إذا جاءت لوحدها في المقام رح تتحول إلى سي كان تربيع إذن نجري التكامل على الطرفين تكامل سي كان تربيع واي هو تان واي تكامل الواحد هو اكس وتكامل طبعا هنا توجد دي اكس وتكامل الكوساين أيضا هنا توجد دي اكس تكامل الكوساين اثنين اكس هو نصف ساين اثنين اكس زائد سي بهذا القدر أعزائي نكون قد أنهينا ما أعددناه لكم من مادة مقررة إذن أعزائي أرجو منكم متابعة الحلقات والدروس الخمسة ستجدون هذه الدروس على قناة اليوتيوب إلى التلفزيون التربوي لكل حلقة فيها أربعة مقاطع زمن كل مقطع تقريبا نصف ساعة إذن أربعة في خمسة عشرين مقطع كاملة لكل المنهج تعتبر بمثابة مراجعة مركزة لتذكيركم بأهم أفكار المنهج وسنكون معكم إن شاء الله ليلة الامتحان ونبقى معكم حتى دخولكم إلى الامتحان الوزاري وننتظر نجاحكم وتألقكم إلى درجة المية إن شاء الله في أمان الله موسيقى 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 موسيقى